مواد التصنيع الغزائي علمنا عن اللحوم تعريف اللحوم القيمة الغذائية للحوم أيضا معنى اللحوم ثم أخذنا بعد كده عمليات الزبح السليم شروط الزبح السليم الكشف البيطاري قبل عملية الزبح ثم الكشف البيطاري بعد عملية الزبح أتبقى بأن احنا نتكلم شوية بعد عملية الكشف البيطاري لأن يتبقى لها الجزئية في الكشف البيطاري بعد الزبح اللي هي الكشف على الزبح الحيوي إحنا تعودنا وقلنا كل أبناء وبناتنا للطلبة داما معهم نوت بتسجل فيها بعض الأسئلة الوارد إنها تيجي في المناطق اللي بنتكلم فيها في الأجزاء بتاعت الدرس أو الحالة اللي بمشتغل فيها خد معي بعض كده أول سؤال بنبدأ به اللي هو كيف يمكن للطبيب البيطاري الكشف عن الزبح الحيوي في الزباح يعني أيضا كلمة زبح حيوي بمعنى هل الزبيحة تم زبحها وهي حية أم لا بمعنى آخر إحنا قلنا إن فيه كشف بيطاري بيكون على الزباح قبل عملية الزبح فلو فيه بعض الأمراض بتقابل الحيوان بيكشف الطبيب البيطاري ولو الحيوان مستدعي إنه يأخذ فترة للعلاج بيأخذ فترة للعلاج ثم يعود لعملية الزبح مرة أخرى طب لو فرض إن فيه حد حصل صدمة أو حدثة للحيوان اللي موجود عنده فاضطر يجري عملية الزبح طبعا عشان نعرف الزبح حيوان لا فبدأ بيكشف عليه الطبيب البيطاري طب نعرف بقى الحيوان تم فعلا زبحه قبل الوفاة أو تم زبحه بعد الوفاة إزاي وبالتالي ده اللي هنقوله مع بعض الوقت الكشف عن الزبح الحيوي أول شيء بيتم فيه الكشف عن الزبح الحيوي هي أرجل الحيوان الأربع بمعنى الحيوان لما اتفقنا مع بعض بيبدأ فيه عمليات الزبح الحيوان بيبزي المجهود اللي احنا بنسميه بالمعنى للدارج إن الحيوان بيرفص أو بيخلص لما بيحدث هذا المجهود بينتج عنه هدمة لمركب الاتبي أو مركب الطاقة وبنصل في النهاية بعد عملية الزبح نتيجة هذا المجهود لحاجة اسمها التيبس الرمي وده اللي احنا هنعرفه في الوحدة التانية إن شاء الله اللي هي تغيرات ما بعد الزبح اللي من ضمنها مرحلة ما بعد الزبح موشرة ثم المرحلة الثانية اللي هي التربس التيبس الرمي ثم المرحلة الثالثة وهي عملية الإنضاء عشان بس قرب لك الموضوع ليه بيكشف عن أرجل الحيوان لأن نتيجة عمليات الزبح ونتيجة هدمة مركب الطاقة الاتبي إلى شقين بيحدث تكون العخض العصبية اللي هي التبس الرمي أو التصلة فبالتالي لو حاول يرجع أرجل الحيوان مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي فده هيبقى شيء صعب والرجلة هتستقرع الوضع اللي سابت فيه الحيوان بعد عملية الترفيس أو الإجهاد أو عملية التخليص اللي احنا بنتكلم عنها فبتالي يبقى صعب أنه يرجع الأرجل إلى مكانها مرة أخرى فلو رجعت معها الأرجل مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي فده معناه أن الحيوان تم زبحه بعد الوفاة يعني زبح غير حيوي أما لو لم يستطيع أن يعيدها إلى مكانها مرة أخرى أو وضعها الطبيعي مرة أخرى فده هيبقى الحيوان تم زبحه بشكل حيوي تعالوا نشوف كده مع بعض على الشاشة بتاعتنا بالإضافة إلى ذلك الدور اللي بيقوم به الطبيب البيطري اللي هو الكشف بعد عمليات الزبح له دور آخر أساسي والكشف على الزبح الحيوي بمعنى هل زبح الحيوان وهو حي أم بعد موته ويمكن معرفة ذلك من الآتي أول جزء اللي احنا بنتكلم عليه فيه الكشف على الزبح الحيوي فيه الحيوان زي ما انت شايف قده حيوان موجود قدامنا فالحيوان زي ما انت شايف الصورة اللي موجودة دي نتيجة عملية الإجهاد أو عملية التخلص أو الترفز تلاقي الأرجل دايما مش في وضعها الطبيعي تلاقي زي ما انت شايف المقدم مثلا رجل واخد الأمام رجل واخد للخلف حتى الرجول اللي موجودة في الخلف فلو هو حاول يجيب الأرجل دي في وضعها الطبيعي يعني الأرجل الأمامية في وضعها الطبيعي والأرجل الشرفية في وضعها الطبيعي إذا الأرجل عادت معاه أو رجعت معاه فده معناها أن الحيوان تم زبحه بعد الوفاء أما لو سبتت على هذا الوضع اللي هو موجود فيه الحيوان اللي أنت شايفه فده معناها أن الحيوان تم زبحه بشكل حيوي هنشوف كده مع بعض وإحنا بنتكلم محاولة توقيفهما في مكانهما الطبيعي مرة أخرى فإذا لم يتمكن بقى الطبيب من ذلك كان الزبح إيه زبح تم بشكل حيوي بأول شرط أنه هو يرجع الأرجل مكانه فإذا تم يعتبر أن ده زبح غير حيوي إذا سبتت في وضعها اللي أجهد عليها الحيوان وتم بيه الزبح فده يعتبر الزبح حيوي طب إيه تاني طب لو هو فيه شرط تاني ممكن يعرف يا مصر آه فيه شرط كمان أكيد مكان زبح الحيوان بيترك أثر أو جزء من الدماء فلو جاب طيار من الماء على هذه الدماء فيصعد بعد إزالتها أنه ما فيش أثر فلو ما فيش أثر موجود على الأرضية مكان الدم اللي كان ناتج عن عملية النزف فده معناها أن الدم ده كان متضلط من الأساس وبالتالي كان الحيوان عدى مرحلة الحياة وبالتالي حدست ليه الوفافة وبالتالي الزبح هنا غير حيوي طب لو الدم ساب أثر خفيف والدم ما كانش في الحالة المتضلطة اللي هي النهائية فبالتالي لما بيدفع طيار من الماء بيترك أثر على الأرضية اللي هو اللون الأحمر إزاي وبالتالي يتأكد تماما أن الزبح تم بشكل حيوي تعال نشوف كده مع بعض دي أثار زي ما احنا شايفين إلى الدماء مكان زبح الحيوان فهو لو مرر عليها طيار من الماء ولن تترك أثر ده معناه أنها قلطت تماما وبالتالي تم الزبح بعد الوفاة أما إذا تمت أو تركت أثر موجود على الأرضية فده معناه أن الزبح تم بشكل حيوي أي والحيوان في حالة حية تعال نشوف كده مع بعض أما إذا تمكن من عادتنا وإلى موضوعها مرة أخرى ده لذلك طبعا ده في الجزء الأولاني على زبح حيوان بعد موت هو ياجب في هذه الحالة أعدام الزبيحة في الحال طبعا ده في الجزء اللي هو الأولاني أو الشرط الأولاني تعال شوف بقى ده أثر الدم على الأرضية موجود حتى بعد طيار الماء اللي هو دفعه اللي هو اللون الأحمر الزاهي اللي انت شايفه اللي هو غسل مكان الزبح بماء جاري فإذا ظل المكان محتفظا بلونه الأحمر الوردي كان الزبح إيه؟ كان الزبح حيويا طب لو ما سابش أثر ده كده معناها أن الزبح بيتم بشكل إيه؟ بشكل غير حيوي لو هو تجلت تماما وهو حاول يدفع طيار من الماء هو بالتالي ما سابش أثر وداني اللون الأبيض واللون بتاع الأرضية فقط فده معناها أن الحيوان تم زبحه بشكل إيه؟ بشكل غير حيوي طب هي التالتة إيه يا مصدر؟ أقولك تالت حاجة بقى تالت حاجة اللي بيستدل عليها الطبيب البيطاري من إن الزبح تم حيوي أو بشكل غير حيوي تعمل عملية كشف أو اللي موجودة داخل جسم الحيوان سواء بقى في القلب أو الأوردة اللي خرجها من وإلى القلب فلو وجد إن الأوردة بتحتوي على دم متغلط والقلب فيه مكان الأوردة دم متغلط ده معناه إن الحيوان توفى وتغلطت الدماء في داخل الأوردة والشرايين للحيوان وبالتالي تم الزبح بشكل أيضا إيه بشكل غير حيوي أما إذا كان الوضع الطبيعي عدم موجود أثار لإدقاء المتغلطة سواء في الأوردة أو في القلب ده اللي عليها بيكون في الحالة دي الحيوان قام بالإدماء الجيد بعد الزبح الحيوي أما في عكس ذلك في حالة التغلط ده معناها إن إحنا لازم نعدم الحيوان فورا لأنه تم زبحه بشكل غير حيوي أي بعد عملية الإيه بعد عملية الوفاة تعال نشوف كده مع بعض زي ما إحنا شايفين على الصورة اللي موجودة قدامنا بيحاول يشوف الدم في الأوردة أو في القلب هل متغلط ولا لا فلو يلاقي القلب فيه دم متغلط بالبطين داخل الأوعات الدموية دليل على موت الحيوان قبل زبحه والعكس أيضا إيه والعكس صحيح في حالة لو لقى كده بيعدم الزبائع بقى في الثلاث حالات لو هو استدل على إن الزبح غير حيوي فبالتالي بيعدم فيهم الإيه بيعدم فيهم الزبائع خد بقى إن بيجي دايما سؤال في الامتحانات على الحالات اللي بيتم فيها إعدام الزبائع وإحنا خدنا أكتر من حالة في إعدام الزبائع سواء في الكشف البيطاري قبل عملية الزبائع في أكتر من حالة أو الكشف البيطاري بعد عملية الزبائع في أيضا أكتر من حالة على سبيل المثال في الحالات اللي بيتم فيها اعدام الحيوان في حالة الكشف البيطاري قبل عملية الزبع عندنا حمى البحر القابض المتوسط او الحمى الملطية وايضا عندنا الفحمية وكان بيستدل عليهم من ايه من وجود دم بيخرج من فتحات جسم الحيوان وبالتالي بيتم فيهم اعدام ايه اعدام الزبع اما لو كان عنده مرض الحمى القلاعية العادية اللي هي فيها درجات حرارة مرتفعة الخطم عليه جزء من الفخقيع الغدد بتاعة القبط لحيوان في حالة تضخم فيه حالة سيال لعاب بتاعه على شكل خط الحالة دي بيتم ارجاع الحيوان لحين استشفاؤه ثم عودته مرة اخرى عملية ايه لعملية الزبع دول حالتين اللي هي الحمى الملطية او الجامرة الخبيثة في الكشف البيطاري قبل يا مصدر تب الكشف البيطاري كان ايه الحالات اللي بيعدم ايضا فيهم الزبيحة اول حالة فيهم الديدان الشريطية او قلت الدكتور البيطاري مهمته بعد الزبح او بعد عملية الزبح انه بيدور على الديدان الشرطية او بيشوفها في رأس الحيوان لان اذا وصلت الى مخ الحيوان او رأس الحيوان ده معناها اعدام الزبيحة بالكامل طب مش موجودة في الرأس بيبدأ يشوف الارباع بتاعة الحيوان اللي موجودة عندي طب لو لدي اليرقات فيبدأ يعد اليرقات اللي موجودة عندي لو اليرقات اللي موجودة في الربع اقل من عشر يرقات يتم اعدام الربع فقط ويبقي على باقي الارباع التي لا يوجد فيها اليرقات اما لو كان عدد اليرقات تجاوز العشر يرقات يتم اعدام الزبيحة بالكامل دي حالة من حالات الكشف البيطاري بعد عملية الزبح الديدان الشرطية ايضا في حالة اخرى اللي هي مرض الصفراء او اليرقان وده بيشوفوا في رقبة الحيوان فاذا تأكد من وجود هذا المرض في الحيوان يتم اعدام الزباح الحالة التالتة اللي هي خاصة بتجلط الدم في الاوردة او في القلب الحيوان ده معناها ان الحيوان حدست لي حالة وفاء او حدست لي اصابة ما جعلته يبقى في هذه الحالة وفي هذه الحالة يتم اعدام ايضا الزبيحة بالكامل يبقى ده اجابة للسؤال لو جي في الامتحان ايه هي الحالات اللي بيتم فيها اعدام الزباح سواء في الكشف البيطاري قبل عملية الزباح او الكشف البيطاري بعد عملية الزباح تعالوا نستكمل كده مع بعض اغراض تبريد الزباح بعد الزباح المشروع غالبا انا قلت ان عشان نتفادى ان يحدث تغيرات في اللحوم خاصة ان اللحوم اللي موجودة عندي بعد عملية الزباح هي سريعة التلف وبالتالي البي اتش عندي بيرتفق بشكل كبير جدا بعد عملية الزباح خصوصا لو انا داخل بحمل ميكروبي كان عالي في عمليات الزباح فمن الافضل مباشرة ان احنا نعمل تبريد للزباح اللي موجودة عندي رقم واحد في عملية التبريد او انا ببرد ليه ان انا بحد من عمليات التلوث اللي موجودة في اللحوم اللي بعد عملية الزباح رقم اتنين كمان ان انا بحد من التغيرات الانزيمية التي قد تحدث نتيجة عملية التيبس الرمي التالت حاجة وده جزء مهم واصيل ان انا بسرع وانهي مرحلة التيبس الرمي في اللحوم وبالتالي احول اللحوم للشكل الطازج الناضج وهنا معنى انضاج مش معناها تسوية على النار الانضاج هي تحويل الزباح من مرحلة التيبس الرمي الى مرحلة ما بعد التيبس الرمي وابتدأ احنا اعرفه بالتفصيل في مراحل او مراحل ما بعد الزباح في الوحدة السنية اخي انت تبقى عارف ليه انا بضرب الزبائح بعد عمليات الزباح مباشرة تعال نشوف مع بعض احنا ليه بنعمل ده واحد خفض حرارة الزبيحة وتسهيل عملية الايه عملية التشفية اتنين تسهيل حدوث عملية التيبس الرمي وبالتالي تعطيق اللحوم اللي هي انضاج اللحوم وتحويلها الى الحالة الاجود لعمليات الاستهلاك او عمليات التصنيع من الصعب جدا ان في حالة التيبس الرمي او تصلب الزبائح ان انا استفيد بشكل جيد من اللحوم اللي موجود عندي خصوصا كمان هقرب لك المثال عشان مش كلنا هيبقى متوفر عنده الزبائح الكبيرة ولكن حتى في الزبائح الصغيرة اللي هي الطيور اللي هي الفراخ سواء الفراخ او البط او الوز او الاراني بيحدث بعد الزب حالة تصلب او تيبس لها استخدامي للحوم في المرحلة دي غير مفضل اطلاق لان اللحوم بتكون في وضع غير مهيئ لعمليات الاستهلاك والتصنيع وبالتالي بننتظر لانتهاء التصلب والتيبس الرمي والتحول الى الشكل الافضل في عمليات الايه الاستهلاك او التصنيع تعالوا نكمل كده مع بعض يصبح اللحم اسهل هضما واجود طعما وراءه هي دي بقى المظاهر اللي انا بحاول احولها من حالة التيبس الرمي الى حالة ما بعد التيبس الرمي وهي تعتيق اللحوم او انضاج اللحوم تأسيم الزبيحة مهم اوي كل ابنائنا وبناتنا ومشاهدين كمان في العمور انك تفهم او تعرف ايه مقاطع الزبائح اولا لان انت قطالب فني مطالب بدا انت طالب فني تصنيع بتدرس مادة تكنولوجيا حفظ وتصنيع اللحوم فانت مطالب تبقى عارف ايه هي اجزاء الزبيحة او محتويات الزبيحة سنان كمان لان انت هيكيد هيجيلك الفضول لانك غالبا بتخرج تتعامل في القطعيات دي مع التجار في الخارج حضراتك بتشتري او ماما كمان بتنزل تشتري او بابا ينزل اشتري معاك من السوق فانت المفروض تبقى فاني فاهم الجزار ده بيقطع ليك من اي منطقة في الزبيحة فانت تبقى عارف المنطقة دي منطقة ايه وانت ممكن تستخدمها في ايه وهل هي من المناطق الجيدة والممتازة في الزبيحة ولا المتوسطة ام الرضيقة في الزبيحة وهفسر كلمة رضيقة دي قدام شوية عشان محدش لا يظن ان كلمة رضيقة في الزبيحة انها غير صالحة للاستهلاك الايه الادام فانت لازم تبقى عارف تأسيم الزبيحة غالبا في الزباح الكبيرة بعد عمليات الزباح وبعد عمليات التفضية لمحتويات الحيوان من الداخل والكشف عليها بالكشف البيطري بعد عمليات الزباح لا يمكن ان نبقي الحيوان الكبير في هذه الصورة فبالتالي غالبا بيتم تقطيعه الى نصفين او اربع ارباع تاني الى نصفين بشكل طولي فيبقى عندي كل نصف محتوي على ربع امامي وربع خالفي من الزبيحة او ان انا بعد ما بعمل عملية تأسيم الى نصفين ببدأ اقسم كل نصف الى ايه ربعين فبقى عندي ربعين اماميين للزبيحة وربعين خالفيين للزبيحة ده غالبا في الزباح الايه الزباح الكبيرة ممكن في الزباح الصغيرة زي الماعز زي الضاني ان انا ممكن احتفظ بالايه بالحيوان في الشكل بتاعة وفي حادث لو كانت الزبيحة ايه حجمها صغيرة ولكن دائما يفضل تأسيم الزبيحة الى شقين او اربع اربع تعال نشوف كده مع بعض يتم ذلك بواسطة منشار كهربائي يعمل في حركة ترددية ده طبعا في حالة المجازر الكبيرة يكون بنشر الزبيحة الى نصفين طوليين من اعلى الى اسفل يعني من عند مقدم الرأس الى اسفل الحيوان او الارجل الخلفية وبالتالي هيقسموا الى جزئين متماسلين كل جزء اكيد هيبقى فيه ربع امامي وربع ايه خالفي ثم يتم ارسالهم الى سلجات التبريد لمدة 24 ساعة على درجة من 0 الى 4 درجة ماوي والغرض من التبريد طبعا اكيد احنا عارفين لسه بنتكلم ايه هو تعالوا بقى وريك في فيديو في قلب مجزر هو الراجل ده هيشق الزبيحة الزي دي طبعا زبيحة كبيرة زي ما احنا شايفين ودي المنشار الكهربائي اللي هو بيستخدموا فيه عملية القطع وهيبدأ يقطع الزبيحة المرة دي خدها من اعلى الى اسفل هي مش هتفرق معها سواء من اعلى الى اسفل الى اسفل الى اعلى ولكن في النهاية هيوصلهم الى نصفين متماسلين زي ما انت شايف كده كل نصف بيحتوي ادي ربعة خلفي للزبيحة ودي ربعة خلفي وهنا في ربعة امامي للزبيحة دي في حالة الزبيحة كبيرة كمان عشان يسهل عملية التبريد انا عايز ادخلها لمدة 24 ساعة على درجة حرارة ايه بغلاء على درجة حرارة من 0 الى 4 درجة ماوي وعرفنا اغراض التبريد ايه تبقى سهل للعملية دي ازاي يبقى لازم اعمل عملية ايه عملية تأسيم للزبيحة الكبيرة زي ما انت شايف في المنشار القاربية اللي بيعمل بشكل ترددي فهو نزل على الزبيحة من اسفل الى اعلى وممكن اخدها من اعلى حسب مكان معلق الحيوان من الارجل الامامية او الخلفية وبالتالي هتشوف قدامك نصفين متماسلين في الزبيحة زي ما انت شايف كل نصف زي النصف الاخر محتوي على ربعين الربع امامي وربع خلفي في الزبيحة يبقى انت كده مركز معايا المنطقة دي منطقة مهمة جدا لعملية التأسيم يبقى مهمة اول ان لما بينهي عمليات الكشف البيطري بعد الزبح يعمل حكتين يعمل التبريد طب يعمل التبريد ازاي في الزباحة الكبيرة يبقى لازم يعمل تأسيم لهذه الزباحة طيب في حالة المجازل الكبيرة بيستخدم منشار الكهرواء يبدأ ياخد الزبيحة الى شقين او نصفين نصف متماسل ونصف ايمن وايصر نصفين متماسلين كل نصف بيحتوي على ربع خلفي وربع امامي في بعض الاحيان او بعض المجازر لما بتدخل لعملية لعمليات التلاجات او عمليات التبريد او عمليات التجميد يفضل كمان ناجي من منشار الكهربائي وبقطع النصف الطولي ده الى ربعين فيبقى عندي ربع خلفي وعند ربع امامي وبالتالي بيتم حفظهم في التلاجات بهذه الحالة على مسافات متبعدة غالبا بتبقى من خمسة الى عشرة سنتي مبين كل ربع واخر او مبين كل نصف طولي واخر عشان اسمح لطيار الهواء البارد اللي هو درجة السفل الى اربعة درجة مقوي تتخلخل داخل كل الزبيحة اللي موجودة عندي عشان احد من التلوث كمان عشان اعمل عملية تعتيق وانضاج للحوم وانهي مرحلة التيبس الرم تعاونوا كم كان مع بعض مخاطع بقى اللحوم المختلفة في الزبيحة من الجدير بالذكرى عند تدريج اللحوم الى قطع ممتازة وعادية فلابد من التعرف من خلال الموضوع ده على تحديد مناطق هذه المخاطع في الزبيحة ومعرفة مواصفات هذه المخاطع ومدى جودة اللحم بتاعها مخاطع ايضا لحوم المختلفة انا هافع عند الحتة دي الاول هقول لك الحاجة اوي درجة بالنسبة لكل ابناءنا وبناتنا طلب وحتى كمان مشاهدينا هتلاقي ان دايما تأسيم الزبائح في الارياف بيختلف عنه في المدن تأسيم الزبائح في الارياف بيختلف عنه في المدن هتلاقي غالبا في المدن في الهايبر ماركتي الكبير او في المجازر الكبيرة او المحلات الكبيرة غالبا بعد ما بيعمل عمليات تقطيع للزبيحة بيصنفها فهي بعض ابنانا وبناتنا الطلبة اللي كان لسه ممرش عليه الوحدة اللي احنا فيها دي فيسأل ده انا بروح اشوف بعض اللي هم معروضة فبقى مسع سبيل المثال مكتوب الجزء ده من الفاخدة الجزء ده من عرق التريبيانكو الجزء ده من الفلتر الجزء ده من الكوستاليت ايه الكلام ده يا مصر او ايه الاماكن دي يا مصر وليه مش كلها لحمة زي بعضها فبالتالي مفروض سعرها واحد لا هقولك في المدن سعرها يختلف فهتلاقي مسع سبيل المثال هتلاقي الاجزاء اللي في الزند مختلفة الاجزاء اللي في الدوش مختلفة الاجزاء اللي في الفلتر مختلفة كل منطقة وبيسعارها على حسب جودتها فبالتالي هتلاقي الاسعار مش في الزبيحة كلها واحد عكس الارياف فهيجي احد ابنائنا في الارياف هقول لي يا مصر انا وليكن الكيلو عندي معروف له تمن فالتمن لما بروح هقول له أنا عايز كيلو لحمة أو 2 كيلو لحمة فهو بيطع لي من الزبيحة أي إنسان كانت المنطقة اللي قطع منها فهو الكيلو تقريبا هو سعره إيه؟ سعر واحد آه لأن غالبا في الأرياف لا يتم التصنيف بهذا الشكل أما في المدن بيتم التصنيف في الزباع طبقا لمقاطع الزبيحة وجودة المقاطع أنا هستخدمها في إيه؟ هستخدمها في الطهر؟ ولا هستخدمها في عمليات الشاي؟ ولا هستخدمها في عمليات الفرن والتصنيع؟ وإيه ده مصر؟ هو كل حتة في الزبيحة أستخدمها استخدام أمسل؟ آه كل حتة في الزبيحة أستخدمها استخدام أمسل تعال وأنا وريك عشان أنت سيادتك لما تيجي تروح لزبيحة معلقة قدامك عند الجزار فتبقى أنت تعارف أني مقطع في الزبيحة عالي الجودة وأني مقطع متوسط الجودة وأني مقطع رضيء في الجودة تعالوا شوف الصورة اللي موجودة قدامي دي ليه زبيحة موجودة عندي أدي زبيحة دي كده قدامي مكان الرقبة بتاع الحيوان وده الربع الأمامي الموزة الأمامية ودي المقدم بتاع الأرجل الأمامية ودي منطقة البطن للحيوان ودي منطقة الزهر للحيوان لحد ما بوصل لقبل المنطقة النهاية في الربع الخلف تبقى إيه بقى النقط اللي انت عاملها دي يا مصدر وإيه الجزء اللي انت سايبه أبيض فاضي وإيه الجزء اللي فيه الخطوط قدامي دا أنا عايز أقول لك بمنطقة البساطة إن النقط اللي هي موجودة بالشكل دا أو المربع اللي على شكله نقطة دي دي كلها اسمها مناطق ممتازة في الزبيحة مناطق تاني أركز معاي المنطقة دي كلها منطقة مميزة في الزبيحة عالية الجودة في الزبيحة أما الجزء اللي هو بالشكل الأبيض من عند منطقة البطن وعند منطقة الصدر وداخل على منطقة البطن الجزء دا يعتبر من الأجزاء المتوسطة في الجودة في الزبيحة وعندي الكتف الأمامي أو المروحة الأمامية مع الموزة الأمامية أما المنطقة اللي بشكل الخطوط دي اللي موجودة عند مقدم الرأس وعند الأرجل من نهايتها عند العرقوق أو العصعوس أو عند منطقة الصر أو البطن من تحت هنا المنطقة دي اسمها مناطق رضيئة في الزبيح طب قبل ما تشرح للحتة دي يا مصطر أعرفني هو يعني ممتاز ويعني متوسط ويعني رضيئ إن اللحم هو اللي في صورة غير صالحة للاستهلاك أقولك لا أنا هنا لا أعني تماما ولا نعني تماما بالامتياز أو المناطق الممتازة في الجودة في الزبيح أو المتوسط أو الرضيئة صلاحية الاستهلاك من عدم إطلاق جميع مناطق الزبيح ما تام تم بشكل جيد وباشتراطات صحية جيدة وكشف بيطاري قبل وكشف بيطاري بعد هي مناطق صالحة للاستهلاك في الزبيح ولكن إيه هنا تصنفنا في الامتياز أو المناطق الممتازة والمناطق المتوسطة والمناطق الرضيئة بيتوقف على أكتر من عام رقم واحد الطعم والنكرة رقم واحد الطعم والنكرة رقم اتنين المناطق دي فيها ليونة أو فيها عمليات المضغ سهلة ولا لا تاني عمليات القدم والمضغ سهلة ولا لا خاشنة ولا لا بتفرق وبتصنف المقطع في الزبيحة رقم ثلاثة المنطقة دي أنا ممكن أستخدمها في عمليات الشاي ولا عمليات الطهر ولا عمليات الفرر إذن دخلت في الموضوع التصنيعي هم دول اللي يخلوني أقول المنطقة دي عالية الجودة في الزبيحة والمنطقة دي متوسطة الجودة في الزبيحة أو المنطقة دي الرضيئة أرجع أقولك بقى العالي عالي ليه والمتوسط ليه والرضيئ ليه العالي في الجودة في الزبيحة هو الذي يتخلخل النسيج العضلي في جزء من الدهون اللي احنا بنسميه بالمعنى الدارج اللحم المرماري القطعية في اللحم اللي هي متخلخل فيها جزء من الدهون داخل العضلات دي بسميها لحم مرماري اللحم ده قابل للشاي اللحم ده لما عمله عمليات طاقية يدي مرأ أعلى في الجودة في الرائحة والطعم وبالتالي بصنف المناطق دي بالمناطق المرتفعة في الجودة وغالبا المناطق دي دايما هتلاقيها من عند ظهر الحيوان إلى امتداد العكوة أو القلاطة أو العكاوي في نهاية خلف الحيوان وجزء من زند الحيوان قبل العرقوب دي مناطق عالية في الجودة ولما جا هشرحها لك جوه وصنفها لك وتشوفها وتعرف ان في حتة فيها اسمها مثلا الفلتو لا ده فيه جزء منه اسم الكوستاليتا البريمو والكوستاليتا الترسو هي دي المناطق العالية في الزبيحة والدوش المناطق بقى المتوسطة اللي تقريبا جزء كبير منها عبارة عن أنسجة ضامة ونسبة الدهون بتنخفض نوعا ما بداخلها وبالتالي المناطق دي بتصلح للطهي أكتر منها لعمليات الايه؟ لعمليات الشاي أما المناطق الرضيئة في الزبيحة اللي هي تقريبا نسبة الكولاجين والألستين اللي بيدو الخشونة وعمليات التسويب تبقى صعبة فيها وبالتالي دي اسمها أنسجة ضامة وبالتالي بتبقى عملية الطهي فيها صعبة جدا وعملية التصنيع هي الأفيد وبالتالي المناطق دي بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها عمليات فرد تروح بقى في صناعة البرجر تروح في صناعة السجوء تروح في صناعة اللانشون فدي الصناعات المناسبة للمناطق اللي فيها أنسجة ضامة عالية يبقى انت كده مركز معايا وكل مشاهديننا ركزوا أنا ليه قلت الجزء ده عالي في الجودة الجزء ده متوسط في الجودة الجزء ده رديء في الجودة بيتوقف على العدلة وكمية الدهون اللي موجودة داخل العدلة ونسبة الأنسجة الضامة والكلاجين والألستين داخل العدلات اللي موجودة في المنطقة دي في الزبيح فكل ما يكون فيه نسبة دهون داخل العدلات بيدين الطعم المرمري والقضم بيبقى أسهل وعملات المضغي بتبقى أسهل وبالتالي ده دلالة على جودة هذه القطعية تعالوا نرجع كده بقى مع بعض ونشرحها بالتفصيل وعموما يمكن تقسيم الزبيحة لمناطق لقطع اللحم الممتازة زي ما انت شايف والمتوسطة الرضاية حسب موقع هذه القطع من الزبيحة كما في الشكل اللي احنا عرضينه فانت هتلاقي تقريبا الجزء اللي موجود من بعد المروحة أو الجزء الموجود من بعد الموزة الأمامية وانت داخل على الفقرات للحيوان بالضلوع ثم الفقرات الغير محتوية على الرياش والضلوع ثم بالعكاوي أو منطقات العكاوي للحيوان أو الكلاطة دي كلها مناطق ممتازة في الزبيحة بيتخللها جزء كبير جدا من الدهون بتدي الطعم المرمري أما المناطق الأخرى بتقل شوية فيها الدهون زي الموزة الأمامية جزء من مقدم الصدر من داخل الحيوان من أسفل دي بتبقى مناطق تصلح للطهي أكتر منها لعمليات الإيه لعمليات الشيء أما المناطق اللي احنا شايفينها دي الأنسجة تضم فيها عالية الأنسجة تضم فيها مرتفعة ونسبة الكولاجين والأسلين مرتفعة وبالتالي يفضل فيها عمليات الإيه عمليات الفرم تعال بقى الجدول ده كاشف للموضوع ده ركز قوي في الجدول ده الجدول ده بيقول لي قادي قطع ممتازة موجودة عندي ودي قطع متوسطة ودي القطع الرضيئة اللي حضرتك يا مصدر تكلمت فيها فأنا أجي أعرض لك النسب عشان تبقى كاشفة لهذا الموضوع المحتوى بقى الأنسجة العضلية ركز بقى في كل نسبة من النسب اللي موجودة عندي هتلاقي إن النسيج العضلي زي ما أنت شايف 62% في القطع الممتازة النسيج العضلي 56% ونص فيه القطع المتوسطة القطع الرضيئة 41% و1 من 10 وبالتالي هتقل فيه نسبة إيه؟ نسبة الدهون تعالوا حتى شوف الأنسجة بقى الدهنية 9 و 3 من 10 في القطع الممتازة 13 و 6 من 10 في القطع المتوسطة و 5 و 1 من 10 في القطع الرضيئة أنا بقى عايزك فيه نقطة مهمة ليه أنا أعرض لك الجدول ولازم أن تعرف النسب دي لأنه بيجي عليه سؤال غير مباشر في الامتحان داي تاني بيجي عليه أسئلة غير مباشرة خذ النسب معايا وارجع بقى عشان نشوف السؤالين اللي أنا محضرهم ليك بعد الجدول ده على طن واشرطة تعال شوف كده نسبة الأنسجة الرابطة أو الأنسجة الضمة اللي بتاعنينا هتلاقيها مسلا على سبيل المثال 10% في القطع الممتازة قالت النسجة الضم هنا قال اللي فيه الألياف قال هتلاقيه في القطع المتوسطة عالي هتلاقيه بقى عالي خالص وبقى نسبته أعلى في القطع الرضيئة وبالتالي كل ما يعلن نسجة الضم تعرف انه فيه صعوبة في عمليات الطهي أو الشاي تعال بقى اللي يهمني الجزء الآخر اللي هي نسبة البروتين اللي موجود داخل النسيج ده كام 20% في القطع الرضيئة ايه ده يا مصر 20% في القطع الرضيئة تعال بقى وريك بقى نسبة الكولاجين والألاستين اللي موجودة تحت دي نسبة كشفة خالص نسبة الكولاجين والألاستين في القطع الممتازة 20% القطع المتوسطة 29% ارتفعت وبقت 50% وكل ما يعلن عندي اتنين بقى ركز فيهم قوي يعلم نسيجة الضم تاني يعلم نسيجة الضم في اللحمة اللي موجودة عندي أو منطقة العضلة اللي أنا بقطع فيها هيعلن معها الكولاجين والألاستين وبالتالي دايما يجيلي سؤال في الامتحان يقولني هو ليه دايما دايما المنتجات المصنعة من المناطق اللي فيها نسبة انسيجة ضم عالية تعتبر ليست زاد قيمة غذائية مرتفعة ليه لان الجدول دا هو اللي يكشف للنسب دي ليه بقى لان غالبا المناطق اللي فيها النسبة العالية من الكولاجين والألاستين الأحماض الأمينية الأساسية فيها منخافضة تاني ركز في اللي بقوله هو أنا بستفيد في القيمة الغذائية أرجعك بقى للحلقات الأولى أنا لما كنت بتكلم ايه فايدة البروتين انه مرتفع في القيمة الحيوية ليه لانه بيحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللي بيحتاجها الجسم وبرضه مش عايز حد من أبناء الطلبة لسه متدخل أو لسه بيشوفنا النهاردة يقول لي هو الأحماض الأمينية اللي هي بتتحلل في الجسم نتيجة البروتين الأساسي هو المهم والغير أساسي هو الغير مهم أقول له لأ ركز معاي أنا عندي أحماض أمينية أساسية وغير أساسية بس احنا صنفناها أساسية ليه وغير أساسية عشان الاحتياج إطلاقه انت محتاج للأتنين ولكن أنا بقول أحماض أمينية أساسية لأن الجسم لا يستطيع تخلقها ولا بد أنك تاخدها منين من المصدر الحيواني أو البروتين الحيواني أما الأحماض الأمينية الغير أساسية يستطيع الجسم تخلقه يعني لو أنا مخدتهاش الجسم يقدر يخلقه وبالتالي هنا صنفنا ده أساسي وده غير أساسي لكن الاتنين مهمين للجسم لكن لما أمسك بقى الأحماض الأمينية الأساسية هلاقي أنه محتاج للأتنين في المناطق المرتفعة في الأنسجة الضمة فيها نسبة كلاجين وإلاستين عالي وبالتالي دي بسميها مناطق رضيقة في الزبيح لأنه صعب أن أنا أستفيد كمان من القيمة الحيوية بتاعتك تعالوا نشوف كده مع بعض في الشريحة اللي بعدها ركز بقى عالي اللي ما يأتي بروتين اللحوم من البروتينات ذات القيمة الحيوية العالية خد بالك لأنه بيجي عليها السؤالين في المناطق بيجي دايما السؤالين يقولي القيمة الحيوية يا القيمة الغذائية تاني يقولي البروتينا ليه مفيد في القيمة الغذائية أو ليه مفيد في القيمة الحيوية لو سألني وقالي في القيمة الحيوية على طول أتجه للأحماض الأمنية مباشر أنا رايح للأحماض الأمنية لما يقولي القيمة الغذائية بنا هنا باتكلم عن حاجات بجانب الأحماض الأمنية باتكلم علي بقى باتكلم عن نسبة دهون باتكلم عن نسبة عناصر معدنية زي الحديد على رأسها بشكل كبير خد بالك من أبو لها نسبة الكلسم نسبة الماغنسة نسبة الفوسفور مهم قاون تفرع بين جزء من القيمة الحيوية والقيمة الغذائية بشكل عام أتكلم عن القيمة الحيوية أنا رايح للأحماض الأمينية المباشرة في عملية عملية التحليل أما تكلم عن القيمة الغذائية لا ده أنا هذكر جنبها عندي أحماض أمينية جنبها في بروتينات جنبها في دهون جنبها في عناصر معدنية مهم جنبها في فيتامينات وبالتالي اسمها القيمة الغذائية اللي بتشمل جزء منها القيمة الايه القيمة الحيوية تعال نشوف ايجابة السؤال ده عشان تعرف ليه احنا لازم مهمة او نعرف القطع الممتازة والقطع المتوسطة والقطع الرضيئة في الزبيع ركزا وذلك لاحتوائه على جميع الاحماض الامنية الاساسية شفتنا بقى اول مقال القيمة الحيوية على طول رحتنا فين اه تركز هتطلع على طول تجاوب على الايه على الاحماض الامنية الاساسية الضرورية لبناء جسم الانسان وبكميات تسد احتياجاته يبقى لما يعني بالسؤال قيمة حيوية انا رايح للأحماض الامنية على طول تبقى اللي قيمة غذائية يبقى انهاش ما الكل القيمة الغذائية على رأسها اه الاحماض الامنية لكن فيه بجانبها عناصر معدنية فيه بجانبها فيتامينات فيه بجانبها دهون وجزء من الايه جزء من الطاقة يبقى انا عايز الاجابة اعام واشمل شوية من القيمة الايه من القيمة الحيوية تعالوا شوف السؤال اللي بعدين عالي السؤال ده اللي بقول لي خليق غير مباشر انخفاء ركز القيمة الغذائية لمنتجات اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الانسجة الضمة طب وانا اعرف منين ده يا مستر اه لو انت مركز معايا وعرفت ان انا قلتلك ان فيه مناطق عالية في الزبيحة في الجودة ومناطق متوسطة ومناطق رضيئة وقلتلك ان المناطق الرضيئة بترتفع فيها نسبة الانسجة الضمة نسبة الكولاجين نسبة الالستين يبقى انت هتعرف اجابة السؤال ولو انت ركزت في النسب اللي عرضناها في الجدول لانا قلتلك ركز قوي هيبقى اني عندي ثلاث او اربع نسب كاشفة لهذا الموضوع نسبة البروتين بتروح فين النسيج العضلي بيزيد فين فهتلاقي النسيج العضلي على سبيل المثال بيزيد في القطع الممتازة فبالتالي بيزيد معاه نسبة الدهون هينقفض في القطع الرضيئ تنقفض معاه نسبة الدهون الانسجة الدهون هتنقفض في القطع الممتازة وهتعلى اوي في القطع اللي هي الرضيئ وبالتالي هيتبع الكولاجين والالستين هينقفض اوي في القطع الممتازة وهيزيد شوية في القطع المتوسطة وهيرتفع بشكل كبير يصل الى خمسين في المئة من نسبة البروتين اللي موجودة في القطع الرضيئ وبالتالي لما جي يعمل لها عملات فرم وتصنيع فالمنتجات بتاعتها غالبا بيبقى تركبها احماض امينية غير اساسية وبالتالي بتبقى منخفضة في القيمة الغزائية يبقى انت مركز ليه بقى ليه ليه للجزئية دي لما قولك ليه الانسجة او المنتجات المنصنعة من الانسجة ضمة دايما منخفضة في القيمة الغزائية اقول له الاه لان الانسجة الضمة تركبها بيحتوي على نسبة عالية من الكولاجين والالستين اللي محتواهم من الاحماض الامينية الغير اساسية هو الاعلى مش الاساسية تعالي نشوف الاجابة مع بعض كده اه ليه احتواء الكولاجين اللي هو المكون الرئيسي للانسجة الضمة على بعض الاحماض الامينية اللي هي مصدر الغير اساسية زي مصدر زي الجليسين والبرولين اه يبقى هنا انا قل معايا القيمة الغزائية الغزائية والحيوية للمنتجات المصنعة من ايه من النوعية دي من اللحون ليه لان الاحماض الامينية الاساسية منخفضة والمرتفع في تركبها الكولاجين اللي موجود او الاستين اللي موجود المرتفع في ايه بقى الاحماض الامينية الغير اساسية زي ايه مصدر زي اه زي الجليسين والبرولين وبالتالي انت مركز ليه المناطق دي اقل في الجودة واقل في القيمة ايه في القيمة الغزائية تعانوا تكمل كده مع بعض مقاطع بقى اللحوم المختلفة في الزبيح السمهال يا مصدر بقى لو سمحت بالتفصيل قول لي بقى انت قلتلي في قطعيات فيها المنطقة الامامية فيها المنطقة الخلفية طب انت قلتلي بعض المسميات قلتلي مثلا على الفلت قلتلي مثلا التليبيانكو قلتلي الكوستاليت قل لي المناطق دي فين يا مصد وشاور لي عليها عشان اعرفها لما اروح عن الجزار واشوف المقاطع دي قدامي ابقى انا عارف ولما اجي اشتري منه وقول له انا عايز من الحتة الفلانية ما يتحكش عليها ويديني من الحتة الفلانية يا مصدر تعالوا نشوف كده مع بعض الاول بقل لي بصورة عامة فان الزباح تقطع الى اربع امامية واخرى خلفية انا عندي كده فيها ربعين اماميين وربعين خلفية كل ده على فكرة بيسري على جميع الزباح تقريبا وان كانت تختصر او تضم بعض الاماكن في مقطع واحد في زباح البتلو والضاءن للصغر حجم الناس يعني يا مصدر حتة دي معلش عشان مكن تعمل لي لابس واختلاط اقول لك انه بعايز يقول لي ان في كل الزباح سواء بقى زباح كبيرة او زباح صغيرة لا نختلف ان فيه ربع امامي وفيه ربع ايه خلفي صحة كده ربعين اماميين وربعين خلفيين طيب لكن انا قلت لك ان فيه جوه الارباع مساميات فيه جوه الارباع مناطق وبالتالي هذه المناطق اللي انت هشوفها بالتفصيل فبيقول لي انها الارباع دي موجودة في كل الزباح ولكن بقى المناطق اللي كل الارباع قد تتداخل في الزباح الصغيرة لصغر حجمها فبالتالي هيبقى الحجم بتاعها او المساحة بتاعتها من الوزن العام قليلة وكمان من الشكل العام بتاع الحيوان يعني اما نجيب حيوان زباح كبيرة زي الابقار والجاموس فهتلاقي مثلا اضلع الرياش من منطقتها كبيرة فانت تقدر تقسمها وهتعرف تقسمتها ايه فلما تروح لجزء الفقرات اللي مفيش فيه رياش هتعرف تقسمه فبعض الزباح بقى لها الصغيرة المناطق دي بتبقى حجمها قليلة فقد تتداخل بعض المقاطع داخل الربع نفسه سواء بقى الربع الامامي او الربع الخلف لكن لن نختلف جميعا ان كل الزباح بتشترك في ان عندها ربعين اماميين وربعين ايه خالفيين تعالوا تكمل كده مع بعض اه اول ربع سيادتك للمفروض تتعرف عليه وتعرف الشكل بتاعه وتعرف الاماكن بتاعته ايه هي اللي هو الربع الخلفي للزبيح اه لانت شايفه قدامك على الشاشة ده اسمه ربع خلفي للزبيح تاني ليه ده الايه الارجل الايه الخلفية تاني الارجل الايه الخلفية للحاوان تب هو الربع بيشمل بس الارجل الخلفية يا مصر لا خد بالك بقى انا داخل على جزء من منطقة البط تاني ها انا واخد كل الايه كل الموزة الخلفية وكل الموزة الخلفية الارجل كاملة زي ما انت شايف الارجل الخلفية واخد جزء منين جزء من البط تب هو بس بتنتعلى جزء من البط اه بتمتد معايا لو انت شايف ده العمود الفخر تاني بس خد بالك بقى الجزء ده من المنطقة بتاعت الفلتو بيت الكلاوي اللي موجودة قدامك ده ده قبل منطقة الكوستليت دي منطقة عمود فقري مش محتوية على ريش او مش محتوية على قضلع دي المنطقة اللي مش محتوية على ايه على قضلع او عظام هي فيها فقرات عمود فقري بس مش موجود فيها ايه الريش او منطقة الايه القضلع اللي هي منطقة الفلتو او منطقة الكلاوي لكن لما هدخل جزء قدام شوية هلاقي بقى منطقة الكوستليت هابدأ اخش في ايه كوستليتا بريمي وكوستليتا تيرسو وابتليها هبدأ أخش في المناطق اللي فيها الأضلع ركز معي نهايتي لحد منطقة بيت الكراوي تاني نهايتي لحد منطقة بيت الكراوي والإنتركوت أو الكوستاليت ده من أول المنطقة دي لحد المؤخر ده اسمه ربع إيه؟ اسمه ربع خالفي اسمه ربع إيه؟ خالفي أو الربعيين الخالفيين طب تعالوا بقى كده نقسم الربعيين الخالفيين ونتكلم عليهم باستفادة أول جزء فيه الموزة الخلفية الموزة الخلفية اللي انت شايفها قدامك دي هي بيقولي عبارة عن إيه با هي اللحم الذي يوجد حول الصاق تجاه العرقوب ولحمها متوسط في الجودة خد بالك الموزة الخلفية أو الجزء الخلفي اللي هي اللحم اللي في نهاية أو قبل نهاية الأرجل بتاعة الحيوان قبل نهاية إيه؟ أرجل الحيوان من الداخل ومن الخارج تاني من الداخل ومن الخارج المنطقة دي بالذات منطقة متوسطة بتحتوي على نسبة من الألياف الضم أو الأنسجة الضم طب لو أنا رجعت وراء خالص لحد العرقوب العرقوب الأخير أو جزء الأخير منطقة رضيقة اللي هي مرتفعة في الأنسجة الضم اللي هي قبل النهاية اللي هي الحتة دي اللي اسمها العرقوب حتة اللي في الآخر دي العرقوب العرقوب ده اللي هو الرضيء أما الموزة منطقة متوسطة في الآيه؟ متوسطة في الزبيع طب إيه اللي بعدها يا مصدر؟ آه تعالي هشوف الجزء اللي بعده أو أو الجزء رقم 2 الفغز نفسه آه الفغز نفسه قوليه وش الفغزة من الداخل ومن الخارج تاني وش الفغدة من الداخل ومن الخارج خد بالك لأن الربعين لما بيتعرضوا قدامك أو الربعين بيتعرضوا قدامك حسب ما بيعرضوا الجزار بيبقى لك جزء انت بتبقى شايفه أمامك وجزء خالفي تاني بيبقى معروض قدامك فجزء حاجة اسمها وش الفغدة من الداخل ووش الفغدة منين من الخارج الخارج الجزء اللي انت بتشوفه قدامك تاني الجزء اللي انت بتشوفه قدامك وش الفغدة من الداخل أجزاء اللي انت ما بتبقاش إيه ما بتبقاش شايفة يبقى أول الترتيب الموزة تاني حاجة وش الإيه وش الفغدة نفسه في الربعين الإيه الخلفيين مش رابع واحد في الربعين وش الفغدة سواء من الداخل أو من الإيه من الخارج تعتبر ايضا من المناطق المتوسطة في الايه المتوسطة في الزبيع تعالوا نشوفها كده تاني نركز عليها بتحتوي زي المنطقة على عزمة الساق وهي اطول عزام الحيوان اللي هي ايه الرجل الخلفية ولحمها من اجوة ايضا انواع اللحوم وهيشمل الفغز على بقى اه مش كل الفغد حتة واحد تاني مش كل بقى منطقة الموزق او الفغد دي على بعضها حتة واحد شايف انت متخيل المنظر لما تروح عند الجزار وتشوف ربعين او ربع متعلق قدامك خلفي فبتبدأ بالعرقوب بيلي العرقوب على طول اللي هي الموزة الخلفية اللي هي بداية اللحمة واستدارتها ثم الجزء اللي بتشوفه كبير او استدارة كبيرة ده ده اسم وش الفغدة سواء من الداخل او من الخير تب وش الفغدة الحتة دي على بعضها هالحتة واحدة لا بتنقسم عندنا لجزئين اخد بالك من الكلام بتتقسم لايه لجزئين اول منطقة فيهم اسمها عرق التليبيانكو تعالوا نشوفها كده اول منطقة اسمها ايه عرق التليبيانكو اه عرق التليبيانكو اللي انت شايفه قدامك بيبقى من داخل الفغدة نفسها بيبقى من داخل الايه الفغز او جزء الخارجي من الفغز عضل استوان الشكل الجزء التاني اسم وش الفغدة من الداخل وهو مغلب في اغلفة لونها فضي ويحتوي على نسبة بسيطة من الدهن يبقى انت واخد ومركز بالك اوي في المنطقة دي يبقى الجزء الاخير بتاع الحيوان او مؤخر الحيوان بيبقى مقسوم او الفغدة مقسومة الحدتين وهنشرحهم باستفادة لان طبعا الوقت دايما بيدهمنا ووصلنا الى نهاية حالة اليوم واتمنى يكون كل ابنائنا ومشاهدين استمتعوا معنا النهاردة والى اللقاء اخر كان معكم الستاذ نبيل عبروف من قناة مصر التعليم الفني ارجوكم ابقوا معي اشتركوا في القناة